موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين إخوتي أخواتي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته في الحلقة الماضية وفي الحلقات الماضية كنا نتكلم عن العديلة عند الموت والعديلة كما ذكرنا هو عدو للإنسان من الحق إلى الباطل ومن الرحمن إلى الشيطان ومن الخير إلى الشر يعني يعدل لأن أبليس في آخر لحظة الإنسان من حياته طبعا أبليس لا يترك بني آدم يبقى معه ويؤذيه حتى يحرفه عن دينه يوسوس له الشيطان حتى في آخر لحظة من حياته أمور أعمال أدعية صلاة مثلا أسباب تكون سبب مولانا للنجاة من العديلة عند الموت من هذه الأمور نحن ذكرناها في الحلقات الماضية ما يقارب ذكرنا عشرة عشرة ذكرنا وآخر من ذكرنا إيا قراءة هذه الآية أن الإنسان يواضب على هذه الآية دائما أسباب تكر صلاة من يطلع من بيته قبل المنام مثلا أو للصباح مثلا يقراها بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هذه تنجي الإنسان من العديلة عند الموت من جملة الأعمال التي تنجي الإنسان من العديلة عند الموت وهو عمل مهم للغاية وتقريبا يتقيد به الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وهو تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها المواضب على تسبيح الزهراء مولانا له آثار كثيرة له آثار كثيرة منها السعادة الله سبحانه وتعالى يرزقه السعادة ونحن مولانا في الدنيا والآخرة والابتعاد عن النفاق بعد مولانا شفاء الأمراض بالأخص ثقل السمع شفاء الأمراض الرزق مولانا العزيز تعادل ألف ركعة مستحبة كما يقول الإمام الصادق صلى الله عليه وسلامه عليه فإذن عمل كل شيء مهم من جملة الفوائد التي لتسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها تنجي الإنسان من العديلة عند الموت الذي يواضب عليها ويستمر على تسبيح الزهراء سلام الله عليها يكون سبب أنه ينجى أو ينجى من العديلة عند الموت بعد مولانا من الأعمال التختم بالعقيق تختم بالعقيق وخصوصا العقيق الأحمر التختم بالعقيق وبالأخص بالعقيق الأحمر العقيق الأحمر حتى يؤثر في الصلاة لأن العقيق مولانا هو أول جبل وحد الله وأول جبل عبد الله جل وعلا هو هذا الجبل جبل العقيق نحن عندنا الجماد يعبد الله الجماد مولانا له حالة من العبادة حتى الجماد حتى الحجر حتى المدر حتى القمر حتى الشمس كل شيء حتى الجماد يعبد الله سبحانه وتعالى فأول جبل وحد الله وأول جبل عبد الله سبحانه وتعالى جبل يسمى جبل العقيق وبالأخص العقيق الأحمر يؤثر حتى في الصلاة يؤثر حتى في استجابة بعض الدعوات مولانا ومن آثار العقيق الأحمر مولانا ينجي الإنسان التختم به ينجي الإنسان من العديلة عند الموت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بعد مولانا العزيز مما ينجي من العديلة عند الموت هو قراءة سورة المؤمنين أو المؤمنون بس انتبه لي أنا خاطر البعض لا يستشكل عليه سورة المؤمنين مضاف ومضاف إليه سورة المؤمنين مضاف إليه مجرور بالياء والنون في آخره المؤمنين لكن عادة يقرونها سورة المؤمنون المؤمنون يقرونها من باب أنها علم سارت علم يعني اسم علم لسورة المؤمنين هذه أكو سورة بدأت بآية قد أفلح المؤمنون سموها سورة المؤمنون المؤمنون سارت علم ما سير مضاف إليه سارت علم في هذه الحالة إذا قرأت المؤمنون يعني علم وإذا قرأت المؤمنين سورة المؤمنين مضاف إليه سورة المؤمنون شي سير مولانا علم ولا يجر بالياء والنون إنما بالواو والنون زين حبيبي قرأت هذه السورة في أيام الجمعة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلى أن يوصل مولانا بقية السورة تقراها في يوم الجمعة تنجيك من العديلة عند الموت بعد مولانا من الأعمال أن يقرأ بعد صلاة الصبح وصلاة المغرب سبع مرات بعد صلاة الصبح وصلاة المغرب سبع مرات بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله إلى آخر مولانا سبع مرات من بعد صلاة الصبع وصلاة المغرب زين عندنا كذلك صلاة ثمان ركعات ركعتين ركعتين أربع عمهات اثنين ليلة الثاني والعشرين من شهري رجب المرجب اثنين وعشرين ليلة اثنين وعشرين من شهري رجب يقرأ في كل منها الحمد مرة وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليا دين يقرأ سبع مرات وبعد أن يفرغ من الصلاة يصلي على النبي محمد وآل محمد عشر مرات ويستغفر عشر مرات هذه مؤثرة في النجاة من العديلة عند الموت ثمان ركعات أربع عمهات اثنين من بعد الحمد تقرأ سبع مرات قل يا أيها الكافرون سورة الكافرون مولانا وبعد الفراغ من الصلاة تصلي على محمد وآل محمد عشر مرات وتستغفر الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه عشر مرات بعد مولاي العمل السادس عشر عن السيد بن طاوس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه من صلى ليلة السادس من شعبان أربع ركعات يقرأ في كل ركعات الحمد مرة والتوحيد خمسين مرة قبض الله روحه على السعادة ووسع عليه في قبره ويخرج من قبره ووجهه كالقمر وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله اللهم صلى على محمد وآله محمد تقرأ هذه الصلاة صلاة السادس من شعبان السادس من شهر شعبان أربع ركعات على الترتيب الذي ذكرنا وهي كما يعبر عنها بصلاة أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه إذن هذه العديلة عن الموت عند الموت مولانا أكو أعمال تنجو الإنسان يعني يموت على السعادة لا يموت على الشقاء وللأسف الشديد أكو ناس يعمل في خلال حياته وعمره ودنيا يعمل أعمار طيبة مؤمن مرتزم بصلاته مرتزم مولانا بالمساجد وكذا لكن في أواخر عمره يموت على الشقاء يموت على سوء الخاتمة وسوء العاقبة والعياذ بالله يعني أنا أضرب لك مثال الفضيل بن عياذ أسمع هذه القصة مؤثرة مولانا الفضيل بن عياذ تعرفون الفضيل بن عياذ من العارفين رجل كان قاطع طريق حرامي لص سارق هذا يقطع الطريق على الناس كل قافل اللي تمر يقطع الطريق عليها ويسلبها ما لها وضع مولانا يسلبها الفضيل بن عياذ الله سبحانه وتعالى رزقه الهداية شلون فديوم من الأيام هو عشق بنت حبل ابنية فأراد أن يدخل عليها ليلا من صعد مولانا على الحائط سمع واحد من أهل بيتها يقرأ القرآن في منتصف الليل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أما أنا للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لما سمع الآية مولانا تأثر بالآية قال قد آن قد آن نزل من الحائط من الجدار وتابع إلى الله سبحانه وتعالى من نزل هو دايم شمورانا يرجع إلى البيت أكو خريبة شاف جماعة من التجار بالخريبة يرتاحون يستراحون يرتاحون يريدوا أن يخرجوا إلى تجارة لهم واحد يقل للثاني يقل له فلنخرج هذه الليلة بقافلتنا خل هسا بالليل بالسواد نطلع الثاني يقل له أما تعلم أن فضيل قطع الطريق يقطع الطريق ونخاف أن يقطع الطريق علينا ويسلبنا يسلبنا الآن فضيل يسمعهم لكن تابع إلى الله يقول دخل عليهم قالهم قد مات فضيل السارق قد مات فضيل يعني هو يقصد قد تاب تاب فضيل مات فضيل فلم يسرق بعد بعد ذلك لا يسرق تروح توكلوا على الله فطلعهم ولاي فهذا الرجل أصبح عارفا وعالما وصار عنده مولانا طلاب كثيرة يوم من الأيام هذا فضيل بن عياض وصل له خبر أنه عنده طالب من طلابه من أشطر طلابه قد أصيب بمرض عضال والآن قاعد أنيسة الفراش يحتضر آخر لحظة مولانا أشطر طلاب الشيخ عياض أو الفضيل بن عياض يقول دخل عليه الشيخ من دخل عليه الشيخ هو أفضل طالب أحسن طالب شافه بعد يتقلب آخر لحظة من حياته يقول قاعد الشيخ قرأ سورة ياسين ظل يقرأ على رأسي سورة ياسين طبعا سورة ياسين تسهل على الإنسان الموت فقرأ قرأ شوية من عنده وإذا الشاب التفت إلى الشيخ قال يا شيخ لا تقرأ هذه السورة لا تقرأ هذه السورة يقول استجاب الأستاذ ما قراها قال لحبيبي ولدي قل لا إله إلا الله يقول ما أجاب قال لقل لا إله إلا الله ما أجاب قال لولدي أنت تموت قل لا إله إلا الله وإذا التفت الولد قال أنا بريء من الله والعياذ بالله لا تقرأ لا إله إلا الله أنا بريء من الله الشيخ مبهر تعجب هذا أشتر طلاب يقول أنا بريء من الله عند الموت عند الموت يقول أنا بريء من الله مشكلة هذه مات مات ولم يقل لا إله إلا الله تألم الشيخ ألم شديد اسمعني وشوف هذه من الأمور التي مولانا لا تنجي الإنسان من العديلة عند الموت زين أتألم مات على سوء العاقبة على سوء الخاتمة مولانا مات على الشقاء لا على السعادة تألم الشيخ لما تألم راح للبيت بعد ما طلع من بيته الشيعة والشاب صلوا عليه دفنوا وكذا بالليل متألم ما يقدر ينام أخذ يتقلب إلى أن غفاه نام الشيخ من نام رأى ذاك الشاب الطالب أشطر طالب عنده أشطر تلميذ مخلين سلسلة فيه عنقه في عالم الرؤية مخلين مولانا سلسلة فيه عنقه وقاعد يسحبونه يجرونه إلى جهنم يقول الشيخ وقف كلهم قفوه وقفوه قل له أنت وين قل له إلى جهنم يا أستاذ يا شيخ قل له ليش أنت أشطر طالب عندي أنت طالب شاطر وحباب ومؤمن ليش سحبونك إلى جهنم ومت على الشقاء قل له ثلاثة خصال فيه ثلاث خصال عندي ما أحد كان يعرفهن احذر من هذه الصفات الثلاثة يا شباب يا نساء يا رجال يا طلاب العلم يا من يسمع صوتي يا أهل الأسواق كل من يسمع الصوت مولانا قل له ثلاثة خصال بي قل له وهي قل له الأولى كنت نماما نمام تعرف شنو؟ نمام يعني فتان فتان يعني يأخذ كلام ويجيب كلام يهدم بيوت يفرق بين الزوج وزوجته بين الأب وابنه بين الأهل يفرقهم هذا النمام زي مولانا النمام يموت عتشانا يموت ذليلا يسحب يوم القيامة بأذل ما يكون والله يسلط عليه ملك من الملائكة يؤذيه إلى يوم القيامة في عالم البرزخ نمام قال له كنت نمام أجيب حتش وأخذ حتش وأفتن وأفرق وكذا قال له عجيب نمام قال له بلى قال له والثاني قال له الثاني كنت حسودا أحسد تعرف عنا عندنا حسد وعندنا غبطة الغبطة أنه إلهي مثل ما فلان نطيته سيارة نطيني سيارة مثل ما أن فلان نطيته علم نطيني علم مثل ما أن فلان وفقته أنا موفقني هذه غبطة ما بها شيء زين لكن الحسد لا الحسد تمني زوال نعمة الشخص يتمنى أن هذه النعمة تزول من فلانه تجي لآني تجي لآني واضح لنا هذا حسد زين حسد والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب قال له كنت نماما وكنت حسودا والثالثة عجيبة قال له شنو قال له الثالثة كنت أشرب الخمر شان يشرب خمر كان يشرب قال له يا أستاذ كنت أشرب الخمر في السنة مرة مرة قليل طبعا هو قليل وهو كثير وكل واحد قال له كنت أشرب الخمر الله ابتلاني بسوء العاقبة هذا العلم وهاي الدراسة اللي درست عندك يا شيخ كلا ما فادتني قال لي مولانا جعل عاقبتي إلى سوء زين هي هاي الخصال النميمة والحسد وشرب الخمر واضح مولانا هاي قصة من القصص التي تجعل الإنسان ينتمي إلى سوء العاقبة واضح مولانا فالإنسان لا بد أن يكون عند حسن عاقبة وسعادة ويعمل الأعمال التي تبعده عن من عن العديلة عند الموت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا الشيخ البهائي عطر الله مرقده ومضجعه في كتابه عنده كتاب اسم الكشكول هاي فاد مرة طالعة مولانا فاد مرة طالعة للحمام قديما الحمامات حمام عام للرجال وحمام عام للنساء ما كان مثل هسك البيت بيه حمام لا الرجال عنده حمام عام موجود بالسوق يطلع للحمام العام المرأة تطلع للحمام العام بس الوزراء الملوك عندهم حمامات في بيوتهم مرأة طالعة للحمام بالطريق وهي طالعة مولانا بالحمام مرت على رجل هي كانت جميلة الحمام اسمه منجاب زين الحمام اسمه منجاب اجت المرأة دور على الحمام ما تدري وين شاف رجل رجل كان في قلبه مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض يقول سألته قلت يا رجل اين حمام منجاب حمام النساء وين هذا وسوس اليه الشيطان وسوس اليه الشيطان بدل ما قال الحمام ذاك اشار الى بيته قال هذا باب الحمام المرأة ما تدري دخلت بيوت الرجل ما تدري من دخلة بيوت الرجل هو دخل اغلق الباب سد الباب هذا رجل قوي وهذه مرة ضعيفة شافت نفسا وخذت بس انال عقل والذكاء العبدور ما صيحت لا قال لابد ان انال منك كما ينال الزوج من زوجته لان كانت جميلة للغاية كل جميلة انعجب بها هذا الرجل قالت له خلاص انا راضية اتلا تتعب نفسك كنت اعذي نفسك بس الان اغلق الباب جيدا قبل لا نعمل هذه العمل انا اعتاج لها رغبة شنو الرغبة قالت له اريد بخور بخور تعطر المكان وتجيب له ثياب مولانا وتعدل المكان وتجيب لنا طعام لكي نأكل الطعام ونعجل بالعود بعدين نعمل ما نريده غشته وهم احمق هذول اهل الذنوب المعاصح ومقاء وهذا مولانا هذا كذو طلع طلع خل الباب مفتوح راح يجيب عود وراح يجيب عود متونس مولانا طلعت المرض خرجت هربت لما هربت رجع للبيت من رجع لم يجدها فظل يفكر بيها تألم وتألم حتى أصيب بالمرض تمرض راد يموت أجافت شيخ على رأسه قل له قل لا إله إلا الله ما حجع مولانا سكت قل لا إله إلا الله لم يتكلم وإذا نطق بهذه الكلمة كاتب هو ظل يقرأ هو عنده عند الموت قال يا رب قائلة يوما وقد تعبت مرة طالعة وتعبان الدور يا رب قائلة يوما وقد تعبت إلى أن يوصل أين الطريق إلى حمام من جاب ويريد موتها ما قال لا إله إلا الله أين الطريق إلى حمام من جاب ما نسى المرة آخر لحظة ومات على الشقاء مات إلى جهنم وبئس المصير لأن هذه سوء الخاتمة وهاي سوء العاقبة أعاذنا الله وإياكم منها هاي بالنسبة إلى العديلة عن الموت وهذا المنزل الأول المنزل الآخر مولانا العزيز المنزل الآخر وهو من أشد المنازل على الإنسان نعم من أشد المنازل على الإنسان ومن أخوفها من أخوفها ينتقل من الدنيا مات هنا مات من يموت ينتقل من هذا العالم إلى عالم يسمى عالم البرزخ عالم البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون رب يرجعوني بسم الله الرحمن الرحيم رب يرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون واضح مولانا البرزخ عالم البرزخ إن شاء الله في الحلقة الآتية سنتكلم عن البرزخ وعن أعمال البرزخ وصفات البرزخ ومن هو البرزخ وأين يقع هذا البرزخ إلى آخر إن شاء الله بشكل ما هو البرزخ إلى آخر بشكل مفصل إن شاء الله ترقبونا في الحلقة الآتية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر